طيب وده اللي بيصليه وبيعمل وبيقرأكه طب وانا الحائد ومش عارف ايه وهكا والله يا ما يعني ما تقرأوا القرآن من المصحى ما من الموبايل هاتي تفسيره فيه بكذا ويقرأ وفيه ناس تقول لك مقصود بالنجاسة نجاسة جوا فيه ايا كان الاختراف لكن فيه حل وفيه فتوى ان ينفع ان انا اقرأ القرآن وانا حق ينفع فيه فتوى كده طب وانا بسمع فريد انا واحدة اصلا بسمع ومحفظة او انا بسمع وانا حائد ماسمعش ينزي يعني طب انا اقرأ من اللي انا حفظة والله لو انتو حفظة اجزاء كتيرها ديك هتجيب الخمستاشر والعشرين جزء اللي انت عفظةه هيكون خلاص الايام عملت طيب مفيش هاتي المصحى هاتي الموبايل يا بنت اقرأي منه اقرأي منه اه هي اسكر السباح والمساء تلت تربحها قرآن يعني لا يعني انا ما قلبي قلبي مايل ان انا اقرأ من القرآن فيه تفسير بحيث ان انا اطلع برا الامر ده تماما لان ما ليش انا في الفاتوة لكن اطلع برا من القرآن اقرأ من الموبايل ما فيه اسكر السباح مش المعمرين احنا حايد وغير حايد تقول اسكر السباح والمساء اسكر كلها قرآن يعني يعني النقطة دي النقطة التانية الحائد تعالي وقت الصلاة اسمع اللي بقولك عليه تعالي وقت الصلاة تودي وروحي وقعودي في مصلاة صلى على رسال السلام ما تقطعيش نفسك من الصلاة انا بقولك وما تقطعيش مش مثل الصلاة اللي هي الفرد الصبح والدور ولكن الصلاة على رسال السلام وقت الصلاة كأنك في مصلاة والعودية وصلى على رسال السلام مستغفري وعملي قومي هاتي الف 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 من كل ذكر ويا الله تلامي قومي ادعي ربنا كأني كأني فز بعد الصلاة ادعي ربنا بالادعاء والورقة معي اللي فيها مكتوب فيها ماتغلطوش غلطة التذكر من المخ دا ماتغلطوش الغلطة الا الناس انا بقولك وعشان عارف الا الناس اللي لها حال في الدعاء وده ثابت السنة كلها تكتك 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 انا مش احتاجها ورقة مش ها الله مش ها الله ومن شا الله دعاء الكلها بتيجروا بعض لان هي مرستماية كل يوم بتدعبين يبقى معي معي يبقى انا كده وقت باتوضع بقاتفو مصلاية عادي واستشعر بس معنا بصلى على رسال السلام اقرأ قرآني من المصحف فيه تفسير يعني مصحف فيه مكتوب كلام جنبه تفسير عشان نطلع برة امر ان انا امسك المصحف او من الموبايل ادعي رب ري سبحانه تعالى من الدعاء اتصدق وادعي وساعد وهكذا اخر وصية وصيكوا بيها في الامر دو سواء كنت حائد او غير حائد من فضلك ومن فضلكم محد انا عشان بس يعني ما نعودش ان محدش يوقعك في غلط ولا معصية ولا يوقعك مش بس غلط ومعصية يوقعك فيه لغو او الفاظ او سب او لعل او شتاء حاولوا بعيدوا برة القصة دي عشان خاطر واي حد لكم كده عرف الشيطان مسلطوا عليك قولوا اه الشياطين الصغيرين اللي متسابين دول ماهي المرضى متصفاضين لكن الشياطين دولت اه عمل لنا قلق وقعدين لا ما تسمحيش للكلام ده يبقى احنا اقول اكتر من سبع حاجات نلتزم بهم في العاشة دول وسهلين وسهلين عشان خاطر سهلين ما تضيعهمش بالله عليكم ما تضيعهمش واقول يا رب انك عفوث وحب العفاق فعلا انا هزود طبعا لاني دي كتر رسالة انا اي حاجة بتحصل بتبقى رسالة بحيث انها رسالة من ربنا ولازم تعتبروا الكلام ده وكلامي ليكم النهاردة رسالة احنا كنا جايين نتكلم بقى عن دواعي الامور وهتقول لا هتطلع اخر خالص حسن الخاتمة يا رب والله احلى حاجة افضل شيء انا افضل شيء ان رب ليه لان انا هموت على ما عيشت عليه وادعو الله سبحانه وتعالى يصلح لنا احنا امرنا في الدنيا نعيش على خير نعيش على خير ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمنا ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ادعو الله سبحانه وتعالى يبلغنا ليلة القدر وصاب ليلة القدر والتعاط في ليلة القدر ولا يضيعها منا يا رب ومش بس عشان ليلة تكرمعينها حاجة جميلة يعني ما تستهنوش بيها عشان الله سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حين الله سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حين الله سبحانه وتعالى يتنزل لسماء الدنيا يسمع هل من تائب هل من مساء حد له حاجة أنا وقلوا كده إحنا يا رب لنا حاجة عندك يا رب أكرمنا بيها ويقرمنا يا رب بأن إحنا نبقى قريبين منك وأن إحنا فرحابك قلوا لكن نبقى كده عاملين وفاز من فازوا إحنا لا استغفر الله اوعوا استغفر الله نكون من اللي ما فازوش في رمضان استغفروا الله قوع نكون من الناس اللي مفزتش في رمضان خبه وخس ان شاء الله مش احنا ولا نضيع الليلة ليلة جميلة 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 جميلة